بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الخامس الاعدادي وصلنا الى نهاية الوحدة الثادثة اللي هو مراجعة هذا الدرس راح يكون درس مراجعة للمواضيع القواعدية بصورة سريعة وايضا بعض التمارين المهمة في الامتحان التحريري يعني درسنا راح يكون revision بالاضافة الى بعض التمارين المهمة راح نجي الى هنا عندك roundup يعني roundup مراجعة صفحة 43 revision 2 نجي اول موضوع عدي هو putting adjectives in the right order ان نخلي الصفات في الترتيب الصحيح طبعا ها الموضوع مشروع وقامل وجاهز بالبداية لازم نخلي general الصفة العامة بعدها نخلي color اللون وبعدها material اللي هي المادة فمثل ما تلاحظ uninteresting أو unloverly ذا ان الثيانات تعتبر general adjective بعدين عندك white يعتبر color وبعدين concrete building concrete اللي هي المادة وbuilding البنائة بنائة concrete فهاي concrete يعني المادة اما هذا اللوفلي يعني يقصد بها general adjective صفة عامة عندك blue and yellow both of them are colors اوكي اثنينة تمشي يعتبران يعتبران الوان اللي هو blue واليلا بعد عندك القطن يعني شنو القطن يعني القطن تعتبر مادة اذن ترتيب الصفات اول امر general adjectives صفات عامة مثل ما تلاحظ وبعدها color اللون وبعدها material اللي هي المادة واخر شي الاسم اللي احنا ريد نوصفة الاسم اللي احنا ريد نوصفة اكو بعض فكرة ايضا انا شرحتها بالدارس انه اذا اجدني نوعية مثلا الالوان لونية سوية فاناش اخلي هم اخلي count binating لو اخلي ant اذا الوان يعني من نفس الجنس صفة يعني لون اذا اعدي لونية اضيف binating ant اما بقية الصفات لا كاما 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 هذا بالنسبة الى order of the adjectives اللي هو ترتيب الصفات رح نجي هنا making production about the future using the first conditional انه نسوي predictions تنبآت للمستقبل باستخدام first conditional اللي هي F الشرطية الاولى ايضا مشروحة وبالتفصيل وايضا رح اشرحها بتمرين التمارين بهذا الدرس ان شاء الله فانيجي هنا if we can't find your house اذا لم تستطع ان تجد حصانك we will call you on your mobile phone سوف نتصل بك على هاتفك النقال يعني انت رح ابحث عنه دا ما رقيته احنا رح نخبرك على موبايلة فهنانا هاي first conditional مثل ما متفقين توية انه هنا مضارع بسيط وهنا لازم يكون عندي future اللي هو مستقبل مثل ما تلاحظ الوقت فهذا بالنسبة الموضوع في الشرطية الاولى وايضا موجود talking about future using different verb forms and adverbs يقول استخدم الحديث عن المستقبل باستخدام افعال مختلفة تلاشكال and adverbs وكذلك الظروف فهنانا عندك this animal will become extinct فتلاحظ هنا عندك will become ففعل مختلف وعندك going to وعندك shall هذي كلها افعال شون مختلفة للحديث عن future also here هناك كذلك ش عندك عندك definitely يحتيلي عن adverbs my english is definitely getting better انه اللغة مات اللغة الانجليزية يعني بصورة شون نقول يعني دا تتحسن بصورة مستمرة والى الافضل وهذا الكلام وين راح يجرق وين للمستقبل فهذا هنا يحتي على answers طبعا على ذنة الاولى والثانية انا عندي first conditional هي المهمة الاف الشرطية هذا المهم اللي ركزنا عليه بعد using adjective to describe places نستخدم الصفات لكي نصف الاماكن هنا مثلا عندك هذا the oasis is quite beautiful انه الواحة هادئة وجميلة a sparking pool of cool water انه شون نقول حوض من المياه الفوارة اوكي المياه الدافئ is shaded by the group of lovely مغطات بمجموعة من tall palm trees مجموعة من الأشجار النخيل الطويلة some tired بعض التعبانات nude dusty camels اللي هي الجمال المغبرة التعبانة يعني نقول sit nervi اللي تجلس بالقرب من الواحة طبعا هنا describe places نوصف الاماكن وصفناهم باستخدام ال adjectives والشي اللي وصفناه هو ال oasis اللي هي الواحة فكلمة oasis مهمة جدا جدا بعد مجموعة انك تسوي عرض باستخدام عندك موضوع كامل عندك shall i عندك shall we عندك would you like us would you like me too فعندك مجموعة من الأدوات أو القواعد حتى تسوي بها افرد وهذا الموضوع ايضا اشرحته اليك بعد using contractions contractions in spoken English اللي هي الاختصارات استخدام الاقتصارات في اللغة الانجليزية هذا بخصوص ال roundup أو بخصوص صفحة ثلاثة واربعين اللي موجودة بالكتاب بعدها ان شاء الله راح ننتقل المن ننتقل لهذا تمرين بي و سي تمرين اي مو مهم ما اخدته تمرين بي و سي اللي موجودات صفحة واحد او سبعين هسه تمرين بي راح يجيك اسقاط وتمرين سي يجيك اربط يعني هذا يجي اسقاط نفس هذا مجموعة مثلا ست جمل مع ست كلمات او سبع كلمات ويقلك يلا نزلي ياهن وين في الجمل بالترتيب الصحيح او يجيب لك هذا التمرين سي ويقلك ماتش اربط اوكي اربط لستة اي مع لستة بي راح اجياني احل التمرين بي وبعدها انتقل للسي وبعدها ايضا عندي تمرين يجيب علينا ان نحاول تحاول تحاول شوف هذه الكلمات راح انزل هنا واترجم فمن خلال هاي الترجمة تقدر قد الترجم من فوق يجيب ان نحاول ان نحمي تحاول ان نحمي المواقع الصناعية ويقصد بها المصانع ما مصانع احنا لازم نحمي البيه Hollow ا monsters هذا expect مهم يعني السنة الجاية راح يجيك موضوع بالوعدة الثانية بالصفة السادسة دادي اسمه expectation اللي هو التوقع expectation المواضيع المهمة وزارية فهاي expect يتوقع انا سوف احصل على job وظيفة with the oil company مع شركة النفر بعد 3 don't throw the plastic plates away لا ترمي صفائح والصحون البلاستيكية بعيدا we can clean them يمكننا ان ننظفهم and reuse them ونعيد استخدامهم فreuse معناها عادة استخدام 4 the hotel was damaged by the tsunami انه دمر الفندق بواسطة tsunami اللي هو الاحصار they had to rebuild it توجب عليهم ان يعيدوا بناء لاحظ عندك الاضافة هذي البريفكس اللي بالبداية تجي rebuild reuse اللي معناها again يعنها عادة معناها عادة استخدام اعادة بناء 5 I couldn't decide what to tell her يقول انا لم استطع ان اقرر ماذا اخبرها I rewrote the letter four times انا عادت شفا ري 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 عادة عادت كتابة الرسالة اربعة مرات فريروت the letter 6 people around here الناس اللي حاولنه هنانه hunt with falcons يعني يصطادون بسقورة السقاري it's a traditional sport تعتبر رياضة traditional sport رياضة تقليدية 7 don't forget to يعني لا تنسى ان recharge تعيد شحن recharge تعيد شحن your mobile phone اللي هو هاتفك النقالي والنيري سوف تحتاجه 8 اللي هو يقصد بيه التلوث from the factory من المصنع has killed قتل most of the fish in the river near here يعني هذا التلوث اللي من المصنع قتل الكثير من الأسماك اللي موجودات في النهر 9 it's difficult يعني من الصعب to okey breed breed and to rubby and to cather what to gather the bandas the bandas and zooms ليش في حدي يعني يقول من الصعب انك تربيهم في حداق الحيوانات they seem unhappy وانه يبدن غير سعادة ببساطة ببساطة ليش انه صعب ربي الباندا في حداق الحيوان لان الباندا باليوم الواحد تستهلك 30 كيلو من أشجار البامبو اللي أنا أجيب لها الآن أشجار بامبو أنطيه 30 كيلو ومية فذلك it's difficult صعب 10 it's possible to recycle شوف ريسايكل إعادة تدوير إعادة صناعة ريسايكل most of the metal part and computers معظم الأجزاء المعدنية للحواسيب اللي يمكن ريسايكل إعادة تدويرها يعني شنو إعادة صناعتها مرة أخرى أوكي فهذا بالنسبة التمرين بي يجي إسقاط ومهم جدا أروح على اليمن أروح على التمرين C وعدك هنا much أربط مكان ما أقل لك Mr., Mrs. Yousef مكان ما أقل لك هنا Mrs. أقل لك A وهنا أقل لك B Layla A, U, B وأقل لك much أربطني فأنت تجي تقرأ وترجم وترجم أوكي هسا نيجي almost everything is ready for the party يقول تقريبا كل شي جاهز للحفلة مع منه رابطها What else have we got to do يعني بعد شنو نسوي إحنا بعد ماذا نفعل أوكي شنو اللي شي اللي نسوي بعد ما كم منه الحفلة number two I spoke to the math teacher أنا تحدثت إلى مدرسة الرياضيات about your exam results عن نتيجة امتحان امتحان نتيجة الامتحان فهذه المرة نربطها عزيز الطالب نربطها مع C What did she say إش قالت ماذا قالت أوكي فهنا ترى vocabulary يعتمد على المفردات هو واللي فوق فهذا بالأسئلة منيجي في خانة المفردات vocabulary بعد إذا السيارة لم تصلح إذا السيارة لم تصلح إذا السيارة لم تصلح سوف يتوجب علينا أن نأخذ تاكسي ويعمل نربطها مع E هل تقصد أن السيارة معطلة أوكي فهذا نربطها مع Your father is going to Germany يا أبوك ذاهب إلى ألمانيا On a business في عملية شون نقول رحلة أعمال رحلة عمل نربطها مع D How long will he be away يعني نكمل مدة التي سوف يكون بها بعيدا أوكي Number 5 Your cousin wants to come and stay for a week أنه your cousins أبناء عمك أو أبناء خالق Want you to come and stay يريدون أن يأتون ويبقون for a week لمدة أسبوع واحد نربطها مع A Do they really هل حقا هم قادمون هل حقا هم قادمون ويريدون المقوت أو البقاء Number 6 I wonder if فؤاد took his scores by to school يقول أنا أتسائل إذا فؤاد أخذ شون حقيبته الرياضية إلى المدرسة نربطها مع F I think he did أنا أعتقد أنه فعل أو أنه أخذها معه فهذا تمارين ب O C بعد ما كمناه إن شاء الله رح نكمل بقية التمارين المهمة اللي موجودة بالوحدة الثالثة مثل ما تلاحظ عدة تمارين D وتمارين E ثلانات المهمة هذا D يحكي لعلى First Conditional في الشرطية الأولى هم يجيك أربط بال Grammar Function بالوظائف القواعدية وهم يجيك بال Grammar قواعد ويعني جدا مهم وعندك تمارين E أيضا مهم إن شاء الله رح أشرح لك أفكار جميلة من خلال تمارين E هس نجي نربط أول الأمر طبعا هو Two jobs in one mission يعني وظيفتين إنك تقوم به مهمة واحدة هو تمارين D مهم واحدة لكن وظيفتين أول شي ترح تربط وبعد ين رح تجيب إذن الجمل الصح حال الأفعال اللي موجودة بين قوسين أوكي ف بط the verbs ضع الأفعال بشكل الصحيح ضع الأفعال بشكل الصحيح وأربط أجزاء الجمل أربط أجزاء الجمل أجيب لك بوظائف القواعدين أما أجيلك بط the verb in the correct form أجيب لك بالقواعد لصة الفكرة فهيس رح أجي أربط رح أربط وبعد أجي هنا صح if you have any problems إذا عندك مشكلة هو رابط ها مع من هو مع d will you call me رابط ها مع d فإذا 1 d نجي للثاني if the zoo if the zoo إذا الحديقة الحيوان have any sex spreading gorillas إذا عد أي نجاح في تربية الغورلة رح نربط ها مع س they will be but they will be put bug into the wild إذا نجح في تربية أو زيادة تكاثر اليورلة سوف يرجعوها المن إلى البابين number three if the banda become extinct إذا انقرضت الباندة نربطها مع أي the Chinese يعني الصينيين الناس اللي بصين will feel very sad سوف يشعرون بالحزن about it four if you throw away your phone إذا رميت هاتفك إذا شمرت التليفون أوكي إش راح يصير it will end up on rubbish down سوف ينتهي نانا it will إنه سوف ينتهي به الأمر في سلة القمامة أوكي بعد five if we go to إيجيبت إذا ذهبنا إلى مصر we will be able to see the S1 down إذا رحنا لمصر سوف نكون قادرين أن نرى S1 اللي موجود بمصر أخيرا if my sister failed this exam إذا إختي رسبت بهذا الإمتحان she will have to retake يعني يتوجب عليها retake تعيد يعني تأخذ مرة ثانية تمتحن بمرة أخرى بعد ما ربطناها طبعا الستة مع بي بعد ما ربطناها راح إن شاء الله نيجي لهنون ونصحح هذين الأفعال في جملة مناسبة وصحيحة أول وحدة هو if you have any problems إذا لديك مشاكل will you call me طبعا هاي F الشرطية الثانية F الشرطية الأولى جملة F بالمضارع البسيط والجملة الثانية لازم تكون بيها will أو can أو may فهسا هنا الهب منزلها نفسها طبعا هو راح يجي للفعل هذا يأما يخلي مجرد يأما يضيف لأس هذا بصورة عامة فهنان عندك فاعل جمع راح ينزل الهاب على حقيقة الجملة الثانية عندك the zoo الحديقة الحيوان وحدة فهنان الشانت فوق إذا تلاحظ فوق كانت هاف السوا ه سوا هاز ليس سوا هاز إذا قال فاعل مفرد الهاب تتحول إلى هاز بعد if the panda عندك فوق become ما بها اس ضفنا لأس الشخص الثالث لأن الباندا مفرد if you عندك الفعل throw نفسي through معناها يرمي through نزل نفسي ليش استاذ ما ضاف لأس لأن الفاعل جمع خمسة عندك مثل ما تلاحظ if go شوف go نفس نزل ها مجرد لأن الفاعل جمع هذا بالنسبة تصحيح الأفعال أما my sister شوف fail ما بها S ضاف S إذن إذا كان الفاعل مفرد نخلي S الشخص الثالث للفعل أما إذا كان الفاعل جمع ينزل الفعل مجرد على حاله فهذه هي ما عندك ننتقل المن إلى تمرين E فالشي يقول Believe the sentence with will shall over cross أو خطأ إذا ما يحتاج فهنان راح أقول will نشرح ها shall will cross will تجيني بالجملة الثانية من F الشرطية جملة الثانية جملة جواب الشرط أما shall نستخدمها في حالة السؤال إذا كان الفاعل يأما I يأما we فش نقول shall I shall we فنستخدمها في الحالة أما لكروز الخطأ يعني لا نستخدم لا high ولا نجري الجملة الأولى عندي فراغ I write down the number for you ما عندي لا if ولا high وعدي I إذن هنا راح أخلي shall I shall I ما يصير will I shall I نجري للثاني if we if we جملة if ما يصير لا will ولا shall ولا أبل لازم شنخلي نخلي cross هنا if we stay in a hotel it شوفت جملة الثانية تحتاج لازم تحتاج will okay my ankle عندي if إذن هاي الجملة لازم شبيه بيها will وجملة لازم ما أكل will ولا shall okay my ankle will let you stay at his house في منزله if you go to London بعد for they will be سوف يكون the one time هناك مرة واحدة don't worry لا تقلق عدك هنا نتلاحظ سؤال وعد we إذن shall we shall we shall i مع مراعات if الشرطية الأولى if your friends شوف هنا عندي if إذن جملة ها ما يصير أخلي بيها shall ولا will إذن cross والجملة الثانية لازم بيها will if your friends make lot of noise إذا إنو أصدقائك فعلوا الكثير من الضو الضع أو الضج your mother will get angry سوف تغضب أمه if we don't جملة if لازم لاش shall ولا will خلي cross though something إذا لم تفعل شيئ ما هنا لازم الجملة الثانية تخلي لي will فلحد لهنا صفحة 72 من التمارين المهمة جدا جدا ينتهي أو تنتهي الوحدة الثاثة انتظرونا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة